اليوم كان لدينا تقرار البطالة في المريكان هذا التقرار كان إيجابي حيث فرص الشغل التي تتخلقها في شهر واحد كان لدينا توقع أنها تكون 185 ألف فرصة شغل تتقاط 517 ألف والنسبة للبطالة كان لدينا توقع أنها تصل إلى 3.6 تقاط نزل إلى 3.4 ولي أدنى مستوى في آخر 50 عام طبعا الحال مزاف الناس سيشوفوا التقرار وسيعجبوهم الحال يقول لك إذا البطالة مكينة والناس خدامة والاقتصاد خاص ويطلع نحن رجعون لهم ونفهموا علاج هذا الشيء ماشي بالصح قلت لكم ديجاف ستوريات ونفهموا علاج نحن نحاولون نفهم علاج هذا الفيديو أول شيء سنجيو إلى ويكيبيديا ونحللوا استدائي الآخر مرة تم الإعلان فيهم على روكود اقتصادي يجبنا أن نفهموا أن يجيو الأنواع تصحح في أسواق المال تصحح الذي يكون عادي في دورة أسواقية والتصحح الذي يكون مقارن بروكود اقتصادي أو لا تصحح والذي غالبا ما يكون قاسح والذي غالبا ما يكون قاسح والذي غالبا ما يكون طوال والذي غالبا ما يكون مزيان لذي أول شيء سنجيو سنجيو نحللوا ونجيو نحللوا النسبة البطالة والذي كيف قلناك اللعبه في أدنى مستوى اللي هي 3.4 سنجيو نرى ونحن نحن لديه بعين الاعتبار سنأخذوا كمية الثلاثة ونلاربعة المهمة الثلاثة ونلاربعة من الروكود التي تزاننا منهم أو الوحدة بطبيعة 1990 سوف نأخذه بعين الاعتبار. لا تستطيعون أن ترغبوا إلى اللور و ترغبوا هذا الشيء الذي قبل. لذلك لدينا هذا الروكود الذي نزلنا من شهر سبعة من 1990. حتى شهر ثلاثة من 1991. سوف نرى أن نسبة البيط على هذا الوقت. إذا نرى هذا الروكود الذي كان فيه الروكود. قبل الروكود نسبة البيط على أن نتلعب في أدنى المستويات. تلاحظوا بأننا كنا في القمة. و كنا كنا في القمة و كنا كنا لفوق. من هنا بدأ الروكود. المارش ينزل. والبيطالة طلعت. في ذلك الروكود البيطالة طلعت. قبل الروكود البيطالة كانت تلتحت. حتى تم الإعلان على الروكود الاقتصادي. قبل البيطالة بدأت تطلع ديالها. و من هنا البيطالة وصلت للفوق. ديك سعر الروكود كانت سهلة. و شنو غير ترى؟ غير وقع انتعاش فصا. وهنا في مدينة المرحلة ديال البول سايكل. اللي دمت لنا سنوات. غنجي عوثيني نفس الحاجة و غنشي نشوفه في الألف عين. نفس المثال. صلى حدو أنه بالألف عين. في الوقت اللي تم الإعلان على الروكود. البيطالة كانت في أدنى مساويات ديالها. من هنا بدينا الروكود. بطبيعة الحال حتى هنا يا. داو جونز كانت في القمة دياله. من هنا تم الإعلان على الروكود. بطبيعة الحال نزلنا. و بدينا عوثيني مرحلة ديال الصعود. حتى سالينا الروكود الاقتصادي. وهي في نتم ما عوثيني. الانمبلويمنت كانت طلعت. يعني كنا كنلعبوا في أدنى المساويات. ولا طلعت. داو جونز طلع. بدينا المرحلة ديال الصعود. هنا كنجوك نلاحظوا بأننا عوثيني مرحلة. واحد الكراش اللي هو صغير. اللي وهنايا. و هنا مشينا شفنا عوثيني نسبة البيطالة. كنلقوا بأنها زاد طلعت. يعني البيطالة منيك تطلع. المارشي عاد كينزل. البيطالة منيك تكون تحتها. المارشي كيكون منتاعش. يعني العكس ديكش اللي المعروف. نفس الحاجة عوثيني طلعت لنا في الالفين وثمانية. يعني قبل الروكود الاقتصادي. البيطالة كانت في ادنى المستوية دياله. بدأ الروكود. البيطالة طلعت. نفس الحاجة كنشوفه هنا. المارشي نزل. البيطالة طلعت. منيقصنا عوثيني القيمة. البيطالة بدأت تنزل. شنو غايت رفد داو جونز. غايت مرحلة ديال طلع دياله. نفس الحاجة عوثيني غايت نشوفه. في الكوفيد. لو اللي هو هنا يا. الشهر ثلاثة ديال 2020. بطبيعة الحال. هالبيطالة عاوتيني كانت في ادنى مستوية دياله. شنو غادي ترى. المارشي غادي كراش هذا الكراش هذا. منيقصنا القاع. البيطالة طلعت بطبيعة الحال. السوق شنو غايدير. وغادي انتاعش من البطالة. غادي تطلع. فاحنا اليوم كان لعبوه في ادنى مستويات. فشنو اللي غادي ترى. بناء على ليسيكل اللي فاتو. فمن غايت تم الاعلان على روكود اقتصادي. البيطالة نورمال مو غادي تطلع. بحالة اللي ترى. فالدورة اللي قبل. البيطالة غادي تطلع. المارشي غادي يهبط. البيطالة غادي تقسل قمة ديالها. المارشي غاي بده تطلع دياله. هاتش اللي تعلمنا. واشفنا. من 1990. في 2000. وال2008. وال2020. يعني في اربعة. جم اخر بعض المرات تم الاعلان فيهم. على روكود اقتصادي. هادية السيكل ديال المارشي اللي كان. واشح تهد المرة غا تكون عندنا نفس الحاجة ولا لا. طب يتحل وقت هو اللي غاي حكمه. اشتركوا في القناة.